نهار جديد في المطبخ والليوم سنعمل ماذا سنعمل؟ عملت اسبانيول عملت اسبانيول عملت اسبانيول عملت يعني بيد شغلة كثير هينة كثير حلوة شكلها كثير حلوة طعمتها بتعقد الولاد كثير بنغرم فيها ما رح كتير حكي عملت اسبانيول ساعتين بالمطبخ بهالنهار اللي بيعقد بهالجمعة الخوات كورنتين بالبيت معدينو مع بعضنا let's do it موسيقى تعرف انه ما بتحمل البصل ابدا بس تقدر اهدم البصل تقدر اهدم البصل تقدر تحمل البصل تاخد البصل او تفرموه فارمة كثير صغيرة كان كنا بتعملوا تبولة او شقف كثير صغار كثير كثير صغار لوحدهم بهالطريقة ما بيعبو ميتهم ما بيحرق العيون ما بتحسوا بطعمتهم ابدا وبيزيدوا النكهة اللازمة لطبخ منشانك استعملنا مبارع بالفهيتة شوية بصل واليوم شوي بس ابدا ما بنحس فيه للأملات رح نستعمل بيض حليب بودرة ونوعين جبنة جوز تطيب مبروشي بهار وملح البيت دائما منجرب نحركه باتجاه واحد تماييز نوخ موسيقى 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 اللي عم نعمل هو شغلتان عم نعمل البيض واحدون والباندورة براية هي السوس واحدة السوس هي بدها شوية وقت لانه الباندورة بتكون تغلوها مضبوطة الماء تختفي بهذا الوقت خلصنا خلط البيض مع الحليب ومع الجبنة رح نحطهم بالصنية ونفوتهم على الفرن موسيقى 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 هي معمولة من بيض مثل معنى حليب بتنفخ مظبوط إذا ما حطوطها بالفرن تقريباً بداش تلسع بالفرن على حرارة 180 السوس اللي عملناها البنادورة ولا هي من هيك بنحط على الوجه متحسوا حالكم عم تاكلوا هوا طعمة النعنع طعمة البنادورة الحامض الجبنة نوعين جبنة بس ما مغطوا أبداً بتجمع العيلة طعمتها كثير طيبة ومصحكم جربوها جيداً